لو تلفونك هنج والتوتش بتاع ويف منك فجأة ومش عارف لا تقفل الموبايل ولا تفتحه يبقى لازم تجوف الفيديو ده للنهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا وفيديو جديد انا محمد سلطان احييكم في الفترة الاخيرة ظهرت مشكلة جديدة لدى مستخدمي اجهزة الاندرويد والمشكلة باختصار هي توقف التوتش عن العمل بشكل مفاجئ وبدون اي اسباب تؤدي الى حدوث هذا الخلل مثل تعرض الجهاز للصدمات او السقوط في الماء فقط يحدث توقف مفاجئ لشاشة اللمس عن العمل مما يجعل صاحب الهاتف يعتقد ان الشاشة تعطلت وتحتاج الى تغيير في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم فيه مع بعض ازاي نحل المشكلة دي بكل سهولة بدون الحاجة الى تغيير الشاشة وبدون عمل سوفتوير للجهاز وقبل ما نبدأ الشرح فضلا وليس امرا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا ان شاء الله مننا كل فيديوهاتنا الجديدة ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض الشرح اول حاجة شباب هنروح على ازرار رافع وخفض مستوى الصوت هنضغط عليهم مع بعض باحكام وبعد كده هنضغط على مفتاح الباور هنفضل ضغطين عليهم مع بعض لمدة تتراوح ما بين 10 ثواني الى 20 ثانية تقريبا هنلاحظ بعدها ان الموبايل بدأ يقفل ويفتح لوحده اول لما نلاقي اللوجو الخاص بالشركة المصنعة للموبايل ظهر هنرفع اصابعنا من على جميع الازرار وننتظر لحين فتح الجهاز بشكل كامل ان شاء الله بنسبة 95% من الحالات الجهاز هيرجع يشتغل بشكل طبيعي جدا طيب لو في حالة ان الموبايل فضل زي ما هو يبقى ايه الحل؟ الحل حيكون اما بتغيير الطاتش لوحده ان امكن او استبدال الشاشة كاملة وفي بعض الحالات النادرة بتكون المشكلة للأسف في المعالج ما زلنا في انتظار فتح الجهاز بشكل كامل خليكم معانا علشان فيه معلومات مهمة جدا لازم تعرفوها وده علشان نعرف ايه اسباب المشكلة وكمان حرد على بعض الاسئلة اللي ممكن تكون بتدور في ازهان حضرتكم وزي ما حضراتكم شايفين الموبايل فتح والطاتش بفضل الله رجع يشتغل بشكل طبيعي جدا وقبل ما اختم الفيديو عاوز ادردش معكم شوية وارد على بعض الاسئلة اللي ممكن تكون بتدور في ازهان حضرتكم اول سؤال هو ليه الموبايل بيعمل كده والاجابة المشكلة دي بتحدث عادة بسبب خلل في المعالج ناتج عن زيادة البرامج والالعاب التقيلة والحل هو حاذ في جميع البرامج الغير مستخدمة والالعاب التقيلة من الهاتف السؤال التاني جربت الطريقة والموبايل دخل على قيمة الريكيفوري ومش عارف اخرج منها اعمل ايه؟ والاجابة بكل بساطة انك هتروح على كلمة وتختارها عن طريق الضغط على مفتاح الباور ضغطة واحدة هتلاحظ انه الموبايل افل وفتح له وحده ورجع يشتغل بشكل طبيعي جدا بس خد بالك وعتنزل على فاكتوري ريسيت لانك لو اخترتها هتعمل فورمات كامل وحتمسح كل الداتا اللي على الجهاز خليك بس على ريبوت سيستم ناو السؤال التالت هي الطريقة دي بتمسح حاجة من الموبايل لان الموبايل عليه حاجات مهمة جدا وخاف ان حاجة تروح من عليه والاجابة ان الطريقة دي ملهاش اي علاقة بالفورمات احنا بس بنعمل عملية ايقاف قصري للجهاز واعادة تشغيل النظام وده اوبشن موجود في اي موبايل في العالم والشركات المصنعة هي اللي عامله لانها عارفة ان من الطبيعي حدوث بعض الخلل اثناء تشغيل النظام ومش معقول انك لما يحصل في موبايلك كده تضطر انك تفك وتفصل البطارية وتركبها تاني علشان تعمل اعادة تشغيل النظام والاوبشن ده الشركات بدأت تطبقه مع بداية استبدال البطاريات العادية ببطاريات ليثيوم مدمجة داخل الموبايل وبكده بتكون حلقتنا النهاردة خلصت اتمنى انها تنالي اعجابكم وتكونوا استفدتم واستمتعتم بالشرح اللي معنا النهاردة ومرة تانية ما تنسوش تضغطوا لايك مع خالص تحياتي محمد سلطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته